السلام عليكم مرحبا بكم اخوتي اخواتي في فيديو جديد في موضوع جديد وبحلة جديدة ايضا من الفيديوهات كما دائما انتم معاودينكم على اننا في اي مباراة او او اي شرح نقدم لكم الموقع فقط بالصوت مرفق بالصوت فقط اليوم قلنا اللي ما لا نبانوا في الصورة ونبدلوا ستيل شوية ونطوروا شوية من القناة ثم اعجبكم هذا الفيديو ونوعية دياله وكذلك دائما في الشرح ان شاء الله من هاد نوعية الفيديوهات ونقاشرح لكم حيث اذا جاي مرحلة التوجيه لصحاب الباكالوريا نقوم نشرح بعض المدارس اللي هما ممكن انكم تسجلوا فيها باكالوريا وليما لبعض المبارايات اللي بالباك او لمساوية غير الباك كما انتم معارفين في اي مباراة تكون جديدة كنحاولو انا نشرحها وليكم وليكم واليوم ان شاء الله جيناكم حول موضوع اللي صارح زوين بزاف وليكم تسجيل حول تسجيل التانوية الملكية العسكرية الصحاب السادس او مساوية اخر وصراح هذا الجين نقدم لكم اليوم شرح لتانوية لكي تسجل فيها وشنو الشروط لكي تسجله وغيرها من المواضيع في هذا الفيديو فخليوكم معنو قبل ذلك الخط اذا اعجبكم محتوى دي القناة اذا اعجبكم طبيعة الحال كنأكد على القضية اذا اعجبكم محتوى الفيديو لما لا تشاركوا مع اصدقائكم كذلك لايك اذا اعجبكم انتقال نزال ولكن ادتراك وكذلك شراكة الكناة لتطور ندخلوا ندخلوا حالا قد تحدث عن الموضوع اليوم وخاص عن التسجيل او الولوج للتنويات العسكرية الملكية أول السؤال الذي يمكن ان تبادرون في ادينكم هو مين توجد هذه التنويات بالنسبة لتنويات هذه التنويات هناك جوجة في المغرب جوجة المغرب خاصة بينينة والدقور بالنسبة للتنوية العسكرية الخاصة بالدوكور توجد بمدينة القنابرة بينما التنوية الخاصة بالإينات توجد بمدينة إفران وكذلك السؤال الآخر الذي يمكن أن يتبادر بالدين لكم هو على ما هي الشروط التي يمكن أن نفعل هذه التنويات وهو غير فقط السادس مستوى السادس والمقبول أو باقي المستويات كما نقول لكم أن جميع المستويات مقبولة سنبقض لكم المستويات مقبولة سنبدأ لكم مستوي السادس نحن نستطيعون إلى مستوي السادس ونحن نكلمون الشروط التي تفتعون لكم بالنسبة للمستويات قادة الشهادة من التحقق هي حادثة في سنة 2020-2021 الموسم في 2020-2021 يوجد مثلا أن يتجب السادس لديه سنة ابتدائي في عام 2021 سنة تعدى 14 سنة وكذلك أنك تكون مقبول من طرف اللجنة الانتقال الأولى كما أنتم لا تعرفون أنه ليس الجميع الذي تسجل غري تقبل في هذه التنوية أو هذه التنوية ليس كل شيء تقبل فيهم لدينا مقاعد محدودة وبالتالي في الوحديد فعلي الناس الذين رغبون أن أولادتهم يتم استمرار دراسة لهم في هذه التنوية العسكرية الملكية التي صراحة زمونا بثاف فكما أخبرت لكم الشرطية هذه وتشيلي كاين بنسبة مستويسات فكما أخبرت لكم أنه ليس يكون شيء مقبول فيخدعوا ملفات جميع الذين مترشحين ويقضعوا ملفات جميعهم إلى انتقال أولى ثم يتم قبول العقل قبلهم الشيء الذي يكون بالنسبة للمستويسات ومشهور في هذه التنوية كما أقول لكم الشخصي يكون تواريخ حديثة يعني ليس لدينا شهادة قديمة أو ما إلا ذلك يكون لدينا شهادة حديثة 2020-2021 وندخل لكم بعض المستويات الآن إذن بعض المستويات والسنة الثانية إعدادة مصار دولي والسنة الثالثة إعدادة مصار دولي والسنة الثانية إعدادة فهي ممكن عبر مصار دولي والسنة المشتركة والسنة المشتركة يمكن أن يتحقق هذه التنويات سواء علمي أو أدابي الخيار يكون خيار السنة الأولى والثانية علوم تجريبية خيار فرنسي علوم رياضية خيار فرنسي أداب وعلم إنسانية خيار فرنسي علوم اقتصادية وتدبيرية بالنسبة لخط الوثائق الوثائق سوف نقوم بالرابط وصندق الوصف وصيروا قراء الوثائق المطلوبة سوف نشرح لكم الوثائق لا يحتاج لهم شرح سوف نضغر لبين النقط أن تبين النقط سوف يكون حادث جديد للموصين الدراسة 2021 ونسبة للمشتركة سواء عند إعدادة أو ثانوي جدوى المشاركة أو لديه الباكوبة أو لديه قراءة من السادس كما أخبركم أن تبدل بيان النقط التي تغير فيها لا يمكن أن تسجل المستوى إعدادة ونقوم بإعدادة ونقوم بإعدادة ونقوم بإعدادة وكذلك يصل على المستويات وكذلك الشهادة المدرسية تضيف لها لغة الأجنبية مثلا إعدادة وعلم إنسانية خيار فرنسي وكذلك المستويات المدرسية وكذلك هذا أنفس إجابة الدلسية لا يمكننا نقوم بإعدادة هل يمكن أن يتخرف في التأكد من الأجنب ونقوم بإعدادة نقوم بإعدادة قبل الثانية ونقوم بإعدادة أي شهادة وجلن ما هو تكون بإعدادة مستمر وستنظر متجان على الوصف ف mulheresخفوار الحمومون فتكتبوا منع بصف eramوسط ومستمر سنقوم بصف تكتبون عن العنوان في الظرف اللبريا تترسلوها للبوستا تتكلف و ترسلها للتانويات و من بعد انتقاء اولي تكون لائحة خاصة تضع موقع تانويات و تضع اللوائح المقبولين لانهم في انتقاء اولي و تضعوا انتحان كتابي و تضعوا انتحان كتابي في مواد رياضيات اللغة العربية و الفرنسية و من بعد انتنجح بهم تتعاقف التانويات بشكل عاد و بالنسبة للتاريخ الذي تضع فيه هذه المباراة فهو غالبا يكون في اواخر شهر 6 و في 30 و شهر 6 في 30 و غالبا تكون مباراة تاريخ الامتحان الكتابي في هذا التاريخ اذا اخوتيك نكون هنا و وصلنا النهاية للفيديو اتمنى ان الحلقة اليوم تكون اعجبتكم و افصفتكم منها قليلا و لا تنسوا من اشتراك و لايك الفيديو و اشترك و اشتركوا في القناة و اشتركوا فيديو موضوع جديد